السلام لبنات كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو ديال اليوم فيديو مهم إن شاء الله لكل سيدة منتظرة للحمل كل سيدة متأخرة وما زالك تنتظر بفارغ الصبر ياربي إن شاء الله يكون هذا المشروب هذا هو المشروب القوي اللي ممكن أنه ينشط لك التبويد ويسرع من حدود الحمل شنو هما أسرع الطرق لتسريح حدود الحمل لتنشيط التبويد وكذلك لتنظيم الدورة الشهرية وشنا هي الوصفة القوية أو المشروب القوي اللي حملت بهذا الأخت هذي ثلاث مرات متتالية ما شاء الله بنفس الوصفة يعني جابت الحمل ثلاث مرات وولدت يعني وتزادوا عندها الأبناء ديالها في صحة جيدة بقيم معي في هذا الفيديو المهم أكيد غدينا الإعجاب ديالك وبطبع الحال حاولوا أنكم ديما تخلوا لي اللايكات ديالكم وصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باشتعوم الفائدة ويوصل هذا الفيديو الجميع للأخوات اللي مازال كينتدروا ويارب ترزق كل محرومة درية صالحة في القريب وتفرحون جميع بطبيعة الحال كين مجموعة من الطرق لزيادة الخصوبة لتحسين فرص حدود الحمل يمكن اتباعها من طرف مختلف السيدات المتأخرات في الإنجاب أولا ممارسة العلاقة بانتضام يعني تحدث أعلى معدلة الحمل بين الأزواج الذين يمارسون العلاقة بانتضام كل يوما كتكون هناك علاقة وكيحدث معها تلقيح للبويضة لأن كل ما كان هناك علاقة كل ما تلقحت ذلك البويضة في أقرب فرصة ممكنة تاني المحافظة على وزن طبيعي للجسم نساء ذوات الوزن الزائد والوزن المنخفض يرتفع خطر إصابتهم بالضرابات في التبويض كذلك عدم التدخين عدم شرب الكحول الإبتعاد عن ممارسة التمرين الشاق تمارين المكتفة والشاقة التي تستمر لأكثر من خمس ساعات في الأسبوع ترتبط بانخفاض التبويض الحد كذلك من تناول كافيين يعني الكافيين ممكن يؤثر لك على الخصوبة ما يمنعش الحمل ولكن من الأفضل التقليل من شرب الكافيين بكثرة بطبيعة الحال السيدات اللي بغيين الحمل يحاولوا أنهم ينضمون التغذية ديالهم يتناولوا أغذية جيدة نظام غدائي صحي يبتعدوا على كل ما هو دهني كل ما هو حلويات يعني الأشياء الغير صحية المعلبات كذلك يبتعدوا عليها بصفة نهائية وصدقوا نيرها غير جعلكم تبويض بشكل طبيعي إن شاء الله وكذلك ضروري للسيدات ينضموا الدورة ديالهم الشهرية ضروري من هذا الأمر هذا باش ينضموا التبويض يجيهم في الوقت المناسب يعرفوا يحسبوا الأيام ديال الإبادة لأن بزفد السيدات مع دورة شهرية غير منتظمة ممكن يحدث بها إبادة غير منتظمة وبالتالي السيدة ما تعرفش الأيام المحتملة اللي ممكن يحصل فيها الحمل وتلقيح للبويضة فحص المنوي فحص عدد الحيوانات المنوية وشكلها ضروري منه لأنه كان بعض التشوهات اللي كتكون في الشكل كان كذلك بعض التشوهات اللي كتعجز على اختراق البويضة الناضجة وتخصبها كذلك قلة الحركة يعني العدد كل هذه الأمور هذه عندها علاجات ممكنة عند الطبيب فضروري الزوج ديالك سيقوم بالفحص المناسب باش ما يتأخرش عندكم الحمل استلقاء الزوجة بعد العلاقة يعني ضروري من هذا الأمر خصوصاً إذا كانت سيدة يعني بغي الحمل خاصها ضروري 15 دقيقة 20 دقيقة وهي على الظهر نائمة على الظهر باش هك الحيوانات المنوية توصل للبويضة فأسرع وقت ممكن ضروري يعني ما تودايش الوضوء بعد العلاقة مباشرة ممنوع لأن الوضوء ممكن أنه تهوى كذلك يؤثر على فرص حدود الحمل تجنب الضغط النفسي اتباع نظام غدائي سليم كل هذه الأمور تلعب دور كبير في حدود الحمل من عدمه بالنسبة للوصفة التي تنتظره جميع المشروب الرائع التي جربت هذه الأخت هذه مدة ثلاث حمل الحمل الأول والثاني والثالث كانت بنفس المشروب ما شاء الله بطبيعة الحال كانت هذه الوصفة هي اللي يعني سهمت في أنها تعلي من فرص حدود الحمل تنشط لها التبويض وعلاش لا تنتمى يعني تكون الفرصة أعلى بكثير من أنك ما تكونيش كتخضي وصفة طبيعية قبل ما نعطيكم هذه الوصفة كذلك نبغي نذكركم وصلوا الفيديو لللايكات باش هكا السيدات يتمكنوا أنهم يشوفوا الوصفة علاش اللي يجربوها ويحدث معهم الحمل بالنسبة للوصفة اللي جربت هذه الأخت وهي عبارة عن عصير الليمون مع القرفة يعني هذا المشروب بسيط ولكن الفوائد ياله كبيرة بزاف مشروب عصير الليمون مع القرفة ملعقة صغيرة من القرفة مع الليمون ستحاول أنك تناولها مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية مدة أربعة أيام مدة أربعة أيام مباشرة بعد الغسل من الدورة أربعة أيام فقط وغتحبسي الوصفة هذه الوصفة هذه ستنعش لك التبويد كذلك الإبادة سترجع تنتظم وبالتالي فرص حدود الحمل ستكون عالية إن شاء الله هذه الوصفة من جهة من جهة ثانية ضرورة هي الرحم للحمل ضرورة تعالج أي اضطرابات في الدورة الشهرية استعدادا لحدود الحمل علاج أي التهابات مهبلية فطرية أو بكتيريا بعد مراجعة الطبيب لأن بزفت السيدات يكون عندهم إفرازات غير صحية فكينضوه وما يشري المضادات الحيوية من دايتهم الرأسهم وهذا الأمر هذا يقدر أنه يؤثر لك على البكتيريا وتزيد التكاتر معك فضروري أنك توجهي الطبيب تعرف النوع البكتيريا اللي عندك وهو غير يعطيك العلاج المناسب الاهتمام بالنظافة الشخصية ضروري منه مثل الانتظام في إزالة الشعر ضروري هو باش البكتيريا ما تتكاترش وكذلك باش يبقى يعني الرحم ديالك في حالة صحية ضروري كذلك تغيير الملابس الداخلية بانتظام للحفاظ على الجفاف المنطقة فذلك يساعد كثير على منع حدود الالتهابات يعني هذه الأمور هذه بسيطة ولكن ضروري منها باش كتهي الرحم ديالك لسرعة تلقيح البويضة لسرعة تخصيب البويضة وكذلك لتعشيش هذه البويضة ويكون رحم صحي بإذن الله بزف ديال السيدات كذلك كيحصل لهم تأخر في الإنجاب وهذا الأمر كيكون عائد لهذا الأخطاء هذي اللي كترتك به فإلى غيرتي يعني هذي الأشياء هذي ممكن أنك تحصل على حمل في أسرع وقت ممكن خصوصا إلما كانش عندك مشكل صحي متعلق بتأخر الإنجاب يعني ضروري من الفحوصات باش تعرف إشنا هو المشكل ديالي بهذا النصائح اللي ذكرت تبعي نظام غدائي صحي حاولي أنك تبتعد على مصادر التغط والتوتر مارسي رياضة المشي حافظ على الصحة واللياقة وحافظ على الوزن أهم حاجة باش تبقى الدورة منتظمة وتجيك كل شهر وتجيك في الوقت ديالها كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى الإعجاب ديالكم إلا أجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك في القناة وإلا كنت متتبع جديدة معايا في هذا القناة وإعجبك المحتوى ما تردديش أنك تشتركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش ديمة توصلي بجديد القناة كندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة